موسيقى موسيقى تمر بها الشركة والظروف الأمنية موافقات أمنية تأخرت علينا وهذا من حق ومن واجب القوات الأمنية أنه تتأكد من كافة المعلومات المتعلقة بالموظفين أو بالأجور اليومية والحمد لله باشرنا بالعمل بالرغم من الحر الشديد وبالرغم من مرور علينا بشهر رمضان المبارك لكن بجهود أماننا وموظفين أنه قاموا بهذا العمل ومهتموا لأمور الأجواء الحارة الحملة نعاني بها بعض الأمور أول شيء قلة الكادر الموجود عندنا اللي هي من بعد 2003 ولحد الآن الموظفين اللي يحالون على التقاعد ماكوا تعويضه يعني هاي ظروه 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 في البلد اللي مر بيها يعني ماكوا تعويض وفاتحنا مراجعنا بهذا الموضوع قال يعني بلغونا أنه من تجينا تعليمات إن شاء الله نعوضكم بالكادر لحده لا ماكوا أي تعويض طيب أستاذ ذكرت على مبوعة الحملة هل سيتم إعادة الحياة لمبوعة محطة تكريت محطة بيجي إن شاء الله هو هذا هدفنا بهذا الموضوع إنه نعيد الحياة إلى محطة قطار بيجي وبدينا إحنا تقريبا محطة قطار بيجي بالذات هيئنا كم موظف عندنا يباشرون هناك بالمحطة حتى تكون أكوى حركة لكن المشكلة بالخدمات خدمات الكهرباء وخدمات الماء غير متوفرة في المحطة وفي المجمع وهذا يقود إلى سؤال ثاني مدى تعاون الدوائر الدوائر الحكومية مع شركتكم هنا بدأ المحاطة الدوائر الأمنية هي تقوم بواجباتها الخدمية الخدمية لكن شوية بشكل متواضع تقريبا يعني ما نعرف إحنا ظروفها بالضبط إحنا شنو إحنا ما نحكم عليهم لكن المهم إحنا اللي نعرف إنه الموظفين اللي عندنا هناك مباشرين محطة قطار بيجي إنه الكهرباء الوطنية ذات مدأ عمدة كهرباء فالحمد لله يعني هذا يبشرنا ينطينا بادرة أمل إنه العودة بمحطة قطار بيجي وإن شاء الله قريبا قريبا رح نكثر من عدد الموظفين اللي أهم شيئاني عندي حتى تنفتح محطة قطار بيجي المجمع الدوائر مالتنا إذا عادت الحياة بها أكثر موظفين بيجي يرجعون لبيوتهم أهم نقطة هاي تعرف أنه الكهرباء والماير خدمات خدمات بالكامل إذا رجعت الموظفين أكثر موظفين اللي عندي موجودين هنا ترهما من بيجي من بيجي لأن هذا عندنا تكريته والموقع البديل فإذا رجعت الخدمات في المجمع وفي الدائرة انتهى الموضوع نهائيا بعد ماكو أي حجة فالموظفين أقلبيتهم يتمنون ترجع الخدمات ترجعتوا لإدارة المحافظة للسيد المحافظة للمجلس طالبتم من خلال يعني من خلالكم هذه المطالب إرجاع الكهرباء إرجاع المي لهذه المناطق إحنا متابعين هذا الموضوع مع المحافظة ومع مقاميات بيجي قالوا إحنا بدأنا بالحملة لكن شوية بطيئة الحملة بطيئة الحملة اللي ظروف هم يمرون بها ما أعرف شون هي ظروفهم عدم خطة يعني خطة عمل محافظة إحنا شركة اتحادية شركة اتحادية إنت تعرف شون معناها ارتباطنا مو بالمحافظة ارتباطنا مقر شركتنا وانظارة النقل فمن نطلب طلبات من المحافظة ما يلبوننا مثل ما باقي الدوائر اللي هم إداريا تابعين للمحافظة لكن هذه الشركة بدورها تخدم المحافظة تخدم المحافظة أكيد لأنها هي كل واردات الشركة من المشتقات النفطية إلى البضائع المنطنفرين هي كلها مردودها هي دخل للحكومة للحكومة نعم بالتأكيد فهذا لهاية شوي المعوقات يعني أكثر شيء هي الظروف الأمنية يعني الظروف الأمنية مو إنه أكو تعرض أو هذا لا الظروف الأمنية يعني ما أقدر أطلع أي موظف أو أي عامل إذا ما أخذ موافقة أمنية من القيادات كلها ما تطلبونه خلال هذا المنبر منبر تماثر هذه الفضائية الحكومة المحلية نطلب والله توفير الخدمات على الأقل على الأقل في شكل متواضع من الماء والكهرباء إلى محطة قطار بيجي ومحطة قطار تكريت نعم هذه المحطة التي عندي مهمة جدا لأن محطة قطار تكريت هي تعرف مركز المحافظة تعتبر محطة مهمة والأهم منها هي محطة قطار بيجي لأن هي مقر مهند انتقدم طارق شامل محمد مدير تلك المنطقة الشرقية في بيجي شكرا ترجمة نانسي قنقر